محتاجين إن احنا نحل العقبات الموجودة في الداخل الأول ولا محتاجين زي ما الرئيس كان بيقضي كل سنة وده حيبقى مؤتمر للدول المحتاجة إلى دعم اقتصادي فعلا إنها تيجي وتشارك وتاخد فرصها من هذا المؤتمر المشكلة عندنا جوانا عندنا حسين صبوريس جميع الرجال أعمال مصريين من فترة كده كان في مؤتمر رجل وساموا بيقول إنه هو قاعد خمس سنين عشان يقعد تصريح لمشروع رخصة مشروع اللي هو الرجل المعروف والعلاقاته بالدولة كلها فأنت متصورة بما رجل يتعرف ده الرجل أجنابي اللي جاعد يستثمر بنكفره في البلد عشان يستثمر طب ما هو القانون الجديد يا أستاذ عماد من يومين كان محل من مجلس الوزراء بيناقشوه اللي هو بالاختار يعني مجرد إنه هما بيختاروا فيه أوهام كتيرة موجودة عندنا اللي هي الاختار والشباك الواحد مش قضية شباك واحد والعشر القضية مش إنها أنت تديني رخصة النهاردة بس عايزة اشتغل بكرة صح مش عارفة عايزة أضمن إنه الضرائب سابتة ما بتتغيرش كل يوم الدمارك عايزة أعرف إن السعر العملة ده وبسابت لحد ده فيه مجموعة حاجات كتيرة جدا الحكومة ورئيس الوزراء والوزير سمحتهم في مرات كتيرة جدا بيتكلموا عنه زي الفل وممتاز وعندهم رقبة صادقة بس اللي بيعرقل هم الموظفين الزغيرين من وكيل وزارة وانتنازلة اللي هو بيتطلع أيمانات المستثمر وكل ما تعاليه الكلمة من معنى إما إنه هو عايز رشوة بعضهم طبعا مش كلهم إما إنه خايف يوقع فيوسائل إما إنه أمور مش واضحة ويقول لك أنا مالا مش شفظ خلي الرجل الكبير ينضيل فبنوقف فأي نوع ما باستثمارها ييجي يستثمر وهي ظروف كده دي المشاكل اللي هي الحقيقية غير ده بيبقى أي كلام في هذا الموضوع غير إن أنا أحل المشاكل الحقيقية اللي هي تضمن طبعا حق الدولة في الأساس وحق المستثمر وحق المستثمر إنه في المكسب الحلال ما لم يتغير ده فإحنا بنضيع وقت والكلام اللي بيقى يهب كلام شعارات بنستهلكه في أعادات وفي جلسات وفي تصحات طب لأ والحقومة عرفت ده لإن إحنا طلعنا عشرات قوانيج استثمار زي بالضبط في مشكلة الإعلام يقول لك مساق شرف مطلوب مساق شرف للإعلامين عندنا عشرات الموسيق هي القضية مساق مطلوب القضاء على طب ليه اللائحة التنفيذية زي ما قال الدكتور علاء إنها لحد النهاردة لم تصدر اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون أرجو بالضبط هم هديه بربط الفرس أنا أرجو أنهم يجاوبون سؤال أكثر تخصصا في ملعب الدكتور علاء اقتصاديا هل نحن عاجزون على إيجاد مناخ حقيقي جاذب للاستثمار حرك في سياق حديثك قلت لا العقليات موجودة والفكر المصري موجود والمصريين عباقرة إلى آخر كل هذه الجمل التي ربما أفهم من سياقها مش أنا أقول تلحقاك تقول على أرض الوقت لدليل سياقك لو حد طلع برة شوف يحصل إيه هذه العقليات عندما تأتي للداخل تجد أن المسألة أشبه بلغة رتنات صعب حلها أو تحقيقها على أرض الواقع حديث حضرتك الرائع وحديث الأستاذ عماد عن مشروع تنمية محور قناة السويس وأربعين مشروع صناعة عملاق بيتر وكاميات وصناعة صفن إلى آخر كل هذا الحديث زي ما حراج أشارت له طب الحكومة عجزة أنها توجد المناخ اللي بيوفر بيئة حاضنة لهذه الاستثمارات طالما هي نفسها الحكومة بتوثني على هذه الخطوات الحال أمر زيو شكين يعني شك داخلي وشك خارجي شك الخارجي طبعا أنت بتواجه عدو عدو بيمثل أحد أليات حروب الجيل الرابع وهو طبعا الإرهاب تمام فكلمة إرهاب مجرد أن أنت بس تقول كلمة إرهاب أو بحارة ضد الإرهاب ده أعتقد أنه هو بيؤجل إلى حد ما دخول استثمارات عندك شيء أبينه دي معروف على مستوى العالم وده حتى لما تشوف حتى السياحة الحقيقة تراجع العائلات السياحة الحقيقة ده بيمثل الحقيقة نقطة برضو مهمة جدا لأنه إحنا طبعا أجل طبعا مواجهة الإرهاب الحقيقة ممكن امتد الحقيقة فده يعتبر تحدي خارجي أثر بالسلب على تدفق الاستثمارات على الدولة المصرية خاصة بعد طبعا مؤتمر شارم الشيخ لازع أقد في الفترة الحاجة الثانية وده مهمة جدا اختيار الكفاءات وده أمر أعتقد أنه لابد أنه إحنا نحط خطوط عريضة وأتمنى أستاذ عماد في منشتاته وفي مقالاته أنه يركز عليه لأن انت حدك لما تتكلم تتكلم على تأرير دولية حتى لما تجي تشوف أن أنت بتحتل المرتبة الأخيرة في على مستوى العالم تمام في تعيين الأقارب والمحسوبية والوسطة بتحتل المرتبة الأخيرة فأعتقد أنه مرتبة الأولى يعني الأولى عالميا يعني الأخيرة في المزاهة لكن هي على فكرة في مدركات الفساد يبتجي بالعكس سيدا أنت حدر صراحة أن بعض الموظفين الصغير ربما هم المعرقل الحقيقي بعدهم بيبحث عن رشوة بعدهم بيخشى توقيع هي هي الدائرة هي الدائرة للحقيقة المنظومة كلها لابد هل مشكلتنا بس في النوعية دي من الموظفين اللي هم معرقلين لا لا مجدين موظفين أنا أتكلم على اختيار الكفاءات منها محافظ منها وزير من الكبار القيادات لابد أن يكون هناك اختيارات من رئيس الوزراء حتى كمان لابد أن تكون هناك اختيارات بكفاءة وبوجود نوع من التخصص والمهنية والحرفية أيضا تمام لابد أن يكون هناك اتجاه حقيقي الاختيار وانتقاء الكفاءات وده أعتقد أن ده المربط الفرص فيه أن نحن فهلا نقدر نستغل إمكانياتنا ونقدر أن نستغل الأشياء اللي ممكن أن نقدر أن نقف عليها ونقدر أن نحقق ميزة نفسية من خلالها أستاذ أهماد يمكن المجالات اللي تم تنفيذ في إطارها المشروعات الخاصة كنتائج للمؤتمر الاقتصادي كانت مركزة في ثلاث مجالات الطاقة الكهرباء النقل مصر تملك إمكانيات ضخمة وموارد طبيعية مختلفة زي ما كان بيتحدث الدكتور علاء فأي إطار بترى أن الثلاث مجالات دول بس اللي دايما المستثمر بيبحث فيهم عن الاستثمار في مصر يا فندم المسائل في الاستثمار يعني نسبة وتناسب وقواعد بسيطة جدا يعني ما فيش حد بيخترع العجر إيه اللي بيخلي الناس يروحوا لإمارات مثلا أو يروحوا دبي أو يروحوا الصين أو يروحوا كل الحتة أفريقي أسيوبيا دلوقت من أوائل الدول نمواً في الفقارة الأفريقية لأنه أنت بتوفري يعني المستثمر عايز يكسب وعايز يجب وعايز فرص كويس أنت بقدر ما بتوفري الفرص دي ويجب الأمور واضحة بقدر ما بتجذبي إضافة طبعاً للعام المهم وهو الاستقرار كما تفضل الدكتور علاء لأنه ده عام المهم جدا لأنه تكلفة الاستثمار ما إلا يخلي واحد يعني هل هتصور أن واحد يجي أستثمر بكرة في شمال سيناء في العريش هيعمل البرج مش يحصل لازم يبقى حاسس أن فيه أن الشعب يتكاتب عشان نضع الأرهاب وبالتالي يبقى بعدها فبالتالي إحنا الأمور واضحة ولازم نمشى في المنظومة كلها أنت بتتعملي قوانين واضحة وحاسمة وبتعملي بيئة تساعد على ده مش بس القوانين إحنا عندنا قوانين كتيرة في حاجات كتيرة جدا بس بتتعرقل على امضة موظف صغير بيعرف ناس كتير أنا أعرف رجال أعمال يعني فعلا بالتعبير كفرانين لأنه حد بيقف على ورقة أو خايف يمضي وحاجات بتتعطل بمليارات الجنيهات يمكن نلاقي حتى تنفيذية لما تساعد أحاجات كتيرة آوي فهيو يعني ومش بس للأمان أنا شفت الرئيس الجمهورية كنت حاضر معاه في الفيوم فيكم أشيم لما قاعد مع وخاطب الحكومة وقال لهم أرجوك وخليكوا شجعان وتخلصوا من الجمود وهقعد مع المستثمرين بنفسي يومها الراجل كان يعني اللي هو واضح أنه من كسرة التفاصيل قال هقعد وعمدلكوا أنا بنفسي لما رئيس الجمهورية يوصل به الأمر يقول ده معناها إيه معناها أنه فيه كوارس تحت إزاي طيب رئيس الجمهورية برضو يعني مش يقدر الراجل يرى كل المشاريع وقت طالع عليها ويمضى عليها مفروض فيه وزارات بتشتغلوا فيه هيئات إزاي يعني دي مشكلة مصر حقيا مشكلة الإدارة مشكلة فقدان انعدام الكفاءة التقريب كلنا عمالنا اكتشف أنه 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 عندنا فيه حاجات كتير خربات طيب هو ده التحدي مش يعني لما أنا وما أقدرش أمشي فيه مشروعات كبيرة أوي إلا لما أكون ضامن أن أموره ماشية صح عشان لقدر الله ما وفجأش بكوارس بعد كده عزيم من عايز ناس تشتغل ويبقى عندها كفاءة قدرة اتخاذ قرار وفهمة وبتحب البلد ووطنية والفاسدين يكونوا على جانبه المطبلتية والحرمية والناس اللي بيطلعوا بالتأكيد بالتأكيد إن صلاة منظومة على بعضها لازم تمشي للأمام في الدقاق الأخيرة المتبقية منهم نعرفها حضرتها كورايل أستاذ عماد في فكرة لعل بعض المسؤولين تحدث عن هذا الموضوع منذ حوالي العام وأيضا بعد المؤتمر شاهدنا بعض المؤتمرات البسيطة في بعض المحافظات مؤتمر مطروح أعتقد ربما أيضا أوجد شيء من الحراك الاقتصادي بشكل أو باخر الفكرة ده دكتور من حيث المبدأ هل ترها وجيها بأن الدولة تتمنها دورية انعقاد المؤتمر حتى وإن كان في مختلف محافظات الجمهورية ليس بالضرورة يكون مؤتمر دولي حاشد كما كان الحال في شرم الشيخ ولكن ربما مؤتمرات شبيهة ومؤتمر مطروح الاقتصادي بالضبط هو الحقيقة بيخدم على كذا مجال الحقيقة المجال الأول بيعمل حوار مجتمع حقيقي وده أهم حاجة لأن انت تنتقل من التخلف ومشيحنا كمصر أي دولة من دول العالم الثالث أو النامية أنها تنتقل من التخلف إلى الحديث أو التقدم أن يكون هناك نوع من الحوار المجتمعي يصل إلى حالة الاتفاق على هذا الأمر أنه ينتقل من التخلف إلى الحداث وأعتقد أن مؤتمر شرم الشيخ الحقيقة على ما أعتقد السابق ومؤتمر مهم جدا وكان مؤتمر دولي الحقيقة في شهر مارس أيضا قبل مؤتمر شرم الشيخ بأيان كان في أسوان وده كان إعلان حقيقي على أن الصعيد متجه اتجاه حقيقي نحو أنه يبقى فيه حوار مجتمع مع القيادة السياسية عشان تنجح هذا المؤتمر دي كيت رسالة للعالم أن الشعب الكامل بكافة الأقاليم سواء كان في الصعيد أو في الشمال أو في الشرق أو في الغرب بيسعى إلى هذه الفكرة الفكرة التي تقول أن الاقتصاد هو القاطرة الحقيقية للقوى الشاملة للدولة وطالما الاقتصاد هو القوى الحقيقية التي تمثل قوى الشاملة للدولة فيجب أن يتكاتف الشعب وأعتقد كمان في هذه الأيام إن شاء الله خلال أيام مؤتمر الحياة ممكن جامعة المنصورة الحياة بتقيمه في شرم الشيخ في نفس المكان وده إعلان حقيقي على أن هناك استمرارية حقيقية في التفاعل مع هذا المؤتمر طوال الفترات القادمة إن شاء الله عشان نقدر أن نحن نفعل المفروض كل محافظة تعمل مثلا مؤتمر شبيه مؤتمر مطروح لفرص الاستثمار عندها في كل محافظة ولا ده يبقى مبالغة زيادة عن اللزوم لا أعتقد أن ده مهم جدا لأن كل محافظة لها خريطة استثمارية المفروض كل محافظة لابد أن تألف به لابد أن يكون لها خريطة أو هي موجود لها خريطة استثمارية بتحاول أن هي تعرض كل هذه الفرص الممكنة أمام المستثمرين سواء كانوا محليين أو عرب أو أجانب وبالتالي لابد أن كل محافظة تسعى جاهدة وسطا أن كل محافظة بتمتلك الكثير جدا من الإمكانيات الجاذب للمستثمر ممكن المحافظة تنجح في تسويق ما لديها توفير المناخ برضو مش عايز أن أنا أتكلم في توفير المناخ توفير المناخ ده كلمة مطاطة لابد أن تكون لدينا الإرادة الحقيقية والتصميم التصميم أن لابد أن يكون منتج مصر حقيق على أرض الواقع ومش أقول لك حضرتك تنافس بقى آسيا الصين ولا أوروبا تمام انت المنتج ده هيدخل إلى القرى الأفريقية لا بديل أمامك أن أنت تستغل هذه الزخب من التكتلات الاقتصادية وتحاول تجمعها وإنت جمعت فعلا في شرمي الشيخ تلتكتلات ساعة جبيرة عندك تمام تكتلات في إفريقيا حاول تجمعهم تحت إطار واحد انبارح انبارح ريت خبر أستاذ عمات برضو شاركنا النقطة دي اللي عليها برضو مؤشر خير أنه شركة من شركات صناعة الصلاة في مصر هنا بتصنع توبيسات جيد يعني بس برضو إنه إحنا إذا أردنا نحن نعمل صناعة جيدة ومواصفات عالمية هيحسن نحن لم نستطع تإكمال صناعة عربية لحد دلوقت رغم أن إحنا بدأنا مع الدول الأسيوية في الخمسينات أواخر الخمسينات وفي حاجات كثيرة بدأنا وعمل نهاش لحد دلوقت صناعة النسيج اللي أنت كنت بتفخر بيها شوف أنت الغزو الصيني والتركي والبتاع خلينا نواجه أهم حاجة في الاقتصاد وفي كل شي إن إحنا نواجه الأمور بصراحة وبوضوح نعم إحنا لسه أنا أريد زي ما حضرتك الخبر بتاع الاتوبيس بودورين اللي هنصنعه لندن بس أنا معرفش إحنا بنجمعهم منين وبنمؤدفين خلينا نشوف الأمور زي ونقول إن إحنا عندنا مشكلة في كذا وكذا ونبتد نحلها هو ده البداية ويبقى فيه ناس قادرة على ده وناس مخلصة لده وناس عندها إرادة تشتغل في ده إذا توفرت ده الباقي سهل لأن فيه دول كتير ما عندهش موارد خالص زي اليابان بس ورغم ذلك العقلية هي الأساس والبشر هم الأساس وكوريا نعم بالتأكيد هم نشكر حضرتكم شكرا جزيلا على وجودكم معنا دكتور على رزق رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام بشكر حضرتك وأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق نشكر حضرتك لوجودك معنا شكرا دائما موصول لحضراتكم غدا إن شاء الله حلقة جديدة من قلب العروبة النابط دائما من القاهرة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر